حضر الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم في المركز الثقافي بمحافظة المحويت اللقاء المنسع لقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والعسكرية وقيادات السلطة المحلية ومديرية المديريات وعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المحافظة وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في كلمته خلال اللقاء إن أبناء محافظة المحويت بقواتهم وإبائهم وشجاعاتهم استطاعوا أن يثبتوا أو يثبتوا للعدو والصديق أنهم رجال أوفية لمحافظتهم لحفاظهم على أمينها ونسيجها الاجتماعي والتماسك والتأخي بين أبناء المحافظة كما أثبتوا أنهم رجال السلم والحرب فتجسدت فيهم وفي محافظتهم الشخصية التي تجمع بين سلميتها في الداخل وعنفوانها وشمقها والسبسال رجالها في كل جبهة القتال كمنظومة قيم متوارثة متوارثة تجسدت في السلوك والقدرة على قهر العدو بالتماسك الداخلي والمنقاومة والاستشهاد والثبات وأكد أن معركة الاستقلال والكرامة معركة مصيرية وستستمر ضد العدو الأمريكي الذي جاء غازيا محتلا ليحمي مصالح إسرائيل والإستراتيجية باللباس المرتزقة والعملاء والأدوات في المنطقة المؤمنين بالعقدة الثورية المعرفة المدافعة عن الكيان الغاصب بعقدتهم الواحدة المستخفة بكل العالم المحتقرة له وأضاف أن كل السياسات الأمريكية في المنطقة وفي اليمن هي سياسات عقيمة ونعدهم بصمود أبناء الشعب اليمني الذي سيفشل تحقيق أو سيفشل تحقيق أي انتصار حقيقي أو انتصار استراتيجي وأن كل عملهم سيذهب هباء المنثورة وسيكون كالصراب لأن حربهم وعدوانهم على اليمن لا يملك أي حجية أو مشروع أو قيمة مؤكدا أن الشعب اليمني واجههم بكل شجاعة وانطلق متحديا أمريكا وكل المتحالفين معهم وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية بعد كل أدوات الحصار التي استخدمها والانسحابات التي حصلت في قوات المرتزقة مثل بلاكوتر والغزاف من الإمارات كحصيدة طبيعية لمن لا يمتلك إلا بشاريع التدمير وارتكاب المجازر التي كان أخرها مجزرة سوق نهم ورفت إلى استهداف الآثار والطراث كعملية استهداف للشخصية اليمنية والقيمة الحضارية اليمنية مما يؤكد إفلاس مشروعهم وفشله وتولي الفضائح العالمية المحيطة به والتي لن يكون أخرها قرار البرلمان الأوروبي الذي يعريهم وأن لم يفعل إلا ذلك وجدد رئيس الأجل الثورية العليا التأكيد على الشعب اليمني قادرا على الانتصار لنفسه وأن الخير قادم لليمن والمحافظة ولمحافظة المحويت وكل الأرض اليمنية ترجمة نانسي قنقر